الشريعة أيها الإخوة الأفاضل كثير من الناس لا يعرف كيف ينظر إلى الشريعة يظن أن الشريعة عبارة عن مجرد قوانين رياضية الشريعة ليست رياضيات الشريعة ليست عبارة عن رياضيات أو قوانين هندسية الشريعة عبارة عن وضع إلهي هذه كلمة مهمة جدا الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يضع شريعة أخرى أي معنى وضع إلهي كان يمكن أن لا يأمر بأصل الشريعة الله لا يجب عليه أصلا في نظرة كثير من أهل السنة كان يمكن أن لا يكلف الناس أصلا كان يمكن أن لا يكلف الناس أصلا لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يكلف أحدا وإن كلفهم لا يجب عليه أن يكلفهم بحسب هذا النمط أصلا هذا وضع إلهي وليست المسألة أنها إن خرجنا عن الشريعة لازم المحال مش هيك المسألة بل ندعي أن الشريعة بمنظومتها هي التي يمكن للإنسان بها أن يرتقي إلى كمالاته لا أن كل فرع فرع من الشريعة يقود الإنسانية بذاته إلى الكمالات هذا لا يدعى لأن الأحكام الشرعية تستفاد بحسب كونها جملة واحدة الشريعة كلها تفيد الناس الكمال لكن ليس كل حكم شرعي لذاته يفيد الناس كمالاتهم قد يفيدهم بعض الكمال وقد يقصر عن إفادتهم الكمال وحده كما لو كان في ضمن الشريعة هذا أيضا يجب أن نلاحظه لأن كثير من الناس يحاسبون أو ينظرون في الشريعة بنظرة ميكانيكية نظرة رياضية عمياء جامدة والشريعة أصلا ليست كذلك الشريعة ليست كذلك وبالتالي عندما نتكلم نحن عن الشريعة يجب أن نراعي هذا الأمر أيضا حتى في حالة الإثبات لا نفترض أن هناك شيء واجب يجب أن الله سبحانه وتعالى يفعله ليس هيك المسألة ولا أنه شيء ينبغي على الله أن يأمر به ليس هيك المسألة أيضا فبالتالي لا نحكم الشريعة بمعيار الوجوب العقلي وعدم الوجوب العقلي بحيث أن نقول إن لم يجب الشيء عقلا فإذن لا يجب شرعا ليس هناك استلزام بين عدم الوجوب العقلي وعدم الوجوب الشرعي وليس هناك استلزام بأنه إذا كان هناك شيء يترتب عليه بعض المنفعة فهو بذاته لعينه واجب قد يجب غيره تترتب عليه نفس المنفعة أو أكثر منه هذا وضع إلهي قد يكون هناك عدة طرق لجلب المنفعة لاحظ كيف لكن الإله يختار طريقا من هذه الطرق ويكلف البشر بها ويقول لهم لا تتبعوا الطرق الأخرى اخترت لكم هذه الطريق ويكلفهم بها فالمسألة ليست يعني كما قلنا عبارة عن اكتشاف لأمر موجود في نفس الأمر الشريعة ليست موجودة في نفس الأمر تمام؟ حتى يقال لنا دعونا ننظر إلى حقيقة الأفعال في نفس الأمر الأحكام ليس لها وجود في نفس الأمر الأحكام لها ثبوت في حكم الشارع في حكم الشارع بحسب الكلام الذي ذكرناه آنفا ثبوت في حكم الشارع شارع